تستعد الفنانة المصرية سمية الخشاب لتصوير مسلسل بنت القبائل استعداداً لعرضه في الموسم الشتوية المقبل وتؤدي فيه دورة امرأة صعيدية ويشاركها في بطولته نبيل الحلفاوي سمير عبد العزيز محمود عبد الغني وأنوشكا وصهر الصاير ومحمود البزاوي وعمر زهران وأشرف عبد الغفور ومدحة تخيطة وهو من تأليف شاد لفرح وإخراج حصني صارح يتناول المسلسل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة وإيمانهم بتوريط الحكم ويقدم العالم تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عاداته وتقاليد القبائل يذكر أن سمية الخشاب قد سجلت مؤخراً أغنية بعنوان عربية ألا وهي من كلمات محمد حسن وهيشام صادق ومن أهل حان سمية الخشاب وتوزيع محمود الشاعري وهو التعاون الأول بينهما وتقول كلمات الأغنية عربية أنا قالوا فيها الجمال إهبة من ربنا القوام والدلال عربية أنا والتاريخ يا ما قال عربية أنا شمس وقت وقت العروب عربية أنا صعب عليها تتوب وعربية أنا أقوى من الخير الجدير بالذكر أن آخر أعمال سمية أغنية بتستقوي وهي من ألحان سمية الخشاب وكلمات هشام صادق وإخراج جميل المغازي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تدير الجم ترجمة نانسي قنقر